استعمالات الذكية لها الدراب اليدوي سوف يفيدكم بفرق الكثير وكتشي معي كذلك أفكار أخرى مذهشة في هذا الفيديو هذا ووصفه في 10 دفع يقطع فيها بمتياز تعجب الصغر والكبار خليك معي للآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الحصة جديدة فيديو جديد وأفكار جديدة لا تنسوا ليش تبليك والبارتاج سوف نبدأ بسمنا على بركتي الله بأول حالة فاش يفيدنا كما تشوفوا معي أول حاجة في الكوسكوس فاشكا تحيدوا هكا الكوسكو وأنكم تبردوا هكا بشوي دي الماء ما عليكم إلا تستعنوا به الدراب هذا لما تحرقوا الأصابع ديتكم ورانديج أعطيتكم كذلك فكرة أخرى باش ممكن أنكم تحلوه ولكن هاد الدراب هذا فعلا تيحلو لكم واحد طريقة رائعة وما كيبقاش يعني مكور نهائيا وبنسبة هالفكرة الثانية كذلك للروز يعني صفة ديالروز كذلك ممكن تستعنوا به الدراب هذا وصفة كذلك ديال الشعرية غير هناية كما تحشير فرصة باش نوريها لكم تهي نفس طريقة وسميدة يعني أي حاجة الكسكسو السميدة يعني الروز أي حاجة ممكن تتحلوه هكا بلا ما تحرقوا الأصابع ديالكم ما عليكم إلا تستعنوا به الدراب هذا وباقي استعمالات أخرى وأفكار أخرى في هذا الفيديو خليكم معي للآخر غندوزوا الفكرة أخرى وفاش كذلك ممكن استعملوا هاد الدراب هذا وهو غنستعملوه في البيض المسلوق كما كتشفوا معياني البيض المسلوق كنكونوا مثلا نسلقين كمية كثيرة كنسوف بعد الأحيان تبعوا بيض المعالقه هكا يعني كنكونوا زربانين ما كتستقش يعني كانوا يقدروا الأصابع ديالنا تحرقوا أو لا نقدروا يعني خاص نضروري دا كلمة نحيدوا عاد كنحيدوا البيض ديالنا ونديروا ليما بارد ولكن إلا كنتوا بغين تخلوا البيض لكم إيبقى سخون في هذا الآن حتى كتبغيوا تهزوه مع لكم إلا تستعنوا به الدراب هذا فكرة عاملية و رائعة كما كتشوفوا معي يعني وخشتكم منكم كيمية كتيرة ديال البيض راه بسرعة كتهزو بيضة ببيضة بهذا الشكل هذا كدلك هاد الفكرة هادي ديال البيض المسلوقة تنفعكم حتى في البطاطس يعني في بعض الاحيان كتسلقوا البطاطس بالقشور ديالها كنجيوها كربو نهزوها كت يعني كتت تهرس لينا او اللي اللي كانت قاسح وقاب طرسها ما عليكم الا تستعنو بهذا الدرب هادا او اللي كانت يعني هاش شور طبعا كتستعنو بديك صفايا كبيرة هاد الفكرة هادي كتت تليق الاشياء اللي كانت قاب طرسها وقاسها كنت من الفكرة تفيدكم غندوزو الفكرة الموالية وهي الفحم يعني الفحم هاكا في بعض الاحيان كنحتاجو غير رقية عدي الفحم نبغيو ننهزوها او اللي كانت طحلينة فلارد كنبغو رجعوها يعني المجمر ما عليكم الا تستعنو بهذا الدرب هادا بالاخاص اللي كانت قديم خليول هاد الفكرة هادي غندوزو السيمالات اخرى كذلك وبنسبة الدقيق يعني الى بغينا نحمصو الدقيق باش ميليل لناش كويرات بلا ما تستعنو يعني بمع القا اول شي حاجة خاشبية يعني را ضروري هاد تتكونو اللي يقوم دوك الكويرات ولكن الى استعنتو بحد درب هادا نهائيا تدقيق وخا ما تغربلوه شي يعني ما كتحتاجوش نهائيا تغربلوه كتلقاوه يعني مجيد ما كيبقوش في الكويرات وفاش كنبغيو نحمصو الجلجلان سوال سفو سوال اي وصفا بغيت سلجلان هكا محمر فالكوكوش ولكن عطاكم وحل حيلة باش توزع لي الحرارة كتضيفو لي وحل مع القاديل الزيت باش بالسرعة تحمص معكم ديجة تخصفوهاكم ماد الفكرة قبل الشهر الكريم اه تاهد الفكرة هادي غا تفيد الاخوات جداد وتفيد يعني المبتدئات وجداد معنا فى القناة فكرة عاملية ورائعة كتستعنو بهذا الطريقة هادي كيف يفيدكم بزاف يعني اي حاجة بيتو تحمصوها سننصحكم انكم تستعملوا هادا تدرب هدا لانه فعلا عملي ورائع وكي يسهل عليكم اي تحضير كتو بيتو تحضروه يعني ماشي غير الكيك وماشي غير البيض هكا وماشي غير الكريمة يعني عندو بزاف دي استعمالات وكذلك هلا بيتو تحمروا حتى الشوفان هكا استعنو به باش يعني يحمروا لكم واحد طريقة رائعة وانه ما يتحرقش لكم ونزيدكم واحد الحيلة هكا الناس اللي كيحتجوا وصفتها كدير الشوفان ماليكم الا تضيفوا حلما القاديل الزبدة باش انه تحصل لديك اللون ذهبي في الحلويات دي لكم وفي الوصفات دي لكم وفيش ما بريسوا كدلك تستخدموا غادي ندوزوا واحد الوصفة سهلة وسريعة في عشر دقائق تعجب الصهار والكبار الصيفية بامتياز ترفقوا بها نشوية دي لكم وهي الوصفة دي الصلاة دي الخضراء بالروز هكا او الروز بالخضراء هاد الوصفة هادي كتووجد في عشر دقائق ستجيبوا جميع الخضر اللي عندكم اي خضراء انا هندي هنا في المنوعه الباصل الجازر البدينجان يعني البطاطة كل شي قطعته صغير وحتى هادو اللي قطعته كبارة كنتديرهم في الجنب تكشي بش هزيتهم وخوات اللاطا إلا بتتزينوا بهم كدلك كنتديرهم ولكن هنا انا كل شي قطعته صغير رشيشوا في دي زيتهم والملحاء والبزار سافي فقط ودخلتهم الفران حتى كيتحمروا فاش كي يخرجوا من الفران يعني كنجيب الروز دي جا سلقة ومصفية كيمشو ماية وخيكوينكم حتى برد في تلاجة مثلا وجلات السيدة من الصباح الوصفة هادي كتتتحضرها في عشر دقائق يعني كيتب الروز كتب الخضراء كتجي تجيبوا هادو الروز هادو اللي سلقتوا باع شوية دي زيت شوية دي الملحاء بعد ما كتصفوه ممكن انكم تضيفوا ليه كادلك شوية دي زيت الزيتون ونفس دكشي اللي ضفنا الخضراء يعني الملح والإبزار احنا الى كان الروز اللي سلقتوه كان سخون ممكن تضيفوا حتى شوية دي الفرماج بحكوك او اللي غيقية دي الفرماج هاكا متلس او اللي مربع لمسوفر عندكم وهنا بالنسبة لباش تنسمو ممكن تضيف روز احترام حكوك ممكن بلاش ممكن تكسافي وغير بهاد شوية دي لكم غزية زيتون والبزارو من الحاء وضيفوا شوية دي الفرماج كي يجي لديد بالساف يعني هاد سلطة كتجي لديدة وخفيفة وترفقوها مع جميع شوية دي لكم وممكن تضيفوها كطبق كذلك رئيسي لعشاء لاش الله يعني را خفيفة وسهلة وكتوجد غير في عشرة دقائق كنت من فعلا تجربوها وتردو ليه غير نصيحة اللي غنعطيكم بيكونش الروز كتير يعني كتديرو الكيمية اللي غتديرو ديال الروز خصتها يعني تكون تكون خضراء يعني كتير على الروز باش تكون بنينة بسهف ميكونش الروز كتير بهاد شكل هادا ويلا كتوبها يتكتروا الروز كتروا خضراء كنتمنى فعلا هاد الوصفة هادي انها تنال ايجاب ديركم كتدقو ويلا خصتكم شوية البزار كتزيدو وخصتكم شوية الملحة كتزيدوها وكتقدموها بصحتكم وراحتكم غير جربوها يعني فعلا راها كتجي رائع ممكن تقدم باردة وممكن تقدم سخونة كي ما كتشوفوا معي يعني حاولوا انكم تديرو ذاك الروز اللي كيكون يعني طويل وبي ديال السلاطات ما تديروش يعني ذاك ديال الحليب ممكن كديرو حتى ذاك للاسي صفر غير هاداك تياخد الوقس غير دائما ان الروز يعني محسكوش طيبوه بزاف وكينا فكرة اخرى كديرو اللي بها يدير السلاطة ديال الخضراء اللي ما كتكونش الفران ممكن ديروها فالتنجرة ديال الدخل ديجا حدرتها معاكم غير هادا الروز هادا ما كتسلقوهش يعني هو اللي كتديروه في زلافة وكتديروه في تنجرة وكتديرو معاه الماء وكتدوروا عليه قاع الخضر اللي بغيتو هاداك تهي كدش واحد السلاطة اه صيفية ورائعة راها في القناة مرحبا بكم واندوزل باقي الافكار الفكرة الموالية لالعدس بالنسبة لالعدس في هاد الصيف هادا كي الناس اللي كيدع ليهم بسرعة كيخسر ليهم اولا كيسوس ليهم اولا كي يعني كي يعقزوا عليها كأنكم تنقيوها انكم تغسلوه يعني تتبغيو تتحضرو بشي السلاطة ولا تحضروه بالحريرة احسن وافضل طريقة انكم تتخضوها الكيمية وكتنقيوها وكتغسلوها كتخليوها في الما مرقضا غي واحد شوية يعني او لا يعني قد ما خليتوه في الما قد ما مزيان بعد كتتتصفوه جيدا حتى كينشفو كتتديروه في المجمد كيكون يعني واجلكم بالاخص الحريرة انا هادا كنديرو الحريرة وحتى لو بويتو تحضرو باي وصفا كيكون جاهز وكي طيب بسرعة بالنسبة الفكرة الموالية وهي على هاد العلب هادو ديال البوديد الثردين بالنسبة اللي ما عندوش هاداك بش كيحل غنعطيكم واحد حيلة بش حلوها بلا ما تجرحو الاسابع ديالكم كيما كتشوفو معايا غادي نحتجو فقط المعلقة غادي تديروها بهالطريقة هادي كمشو معايا بالعكس كمشو صافي وكتحولو انكم تضغطغي واحد شوية ومبعدين كتجروها في التجاه المعاكس لاحظو معايا تنتمنى تكون واضح لكم هاد الفكرة وكتحلكم بكل سهولة وخامي كوش متوفر عندكم بش كنحلو العلب ها بمعلقة غادي تحلوها وغادي تتحفظو الى كذلك بش متجرحوش هكا قريدين ديالكم كنتمنى فعلا هاد الافكار البسيطة اللي تقسمت معكم يوم انها قتنى الاعجاب ديالكم متكونوا استفتوا ولو بالقليل هناك يكون الفيديو ديالنا سهلا وكنتمنى الحصة تكون خيفة ضريفة على قلبكم وللمزيد من الحيال والافكار ووصفة ناجحة مرحبا بكم في القناة شاركوا فعلوا الجرس باش جائما توصلوا بكل جديد والى حصة قادمة بإذن الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا على المتابعة مع السلامة